السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بس يا جماعة خلاص ما عادش حد يتكلم ما عادش حد يقول أي حاجة ما عادش حد يفكر في حاجة عشر زل حجة بلأتها أمة محمد عشرز الحجة بدأت من عدة ساعات من أول ما المغرب بتاعنا ده ادن عشرز الحجة بدأت أفضل أيام الدنيا بدأت يا أمة محمد أحب الأيام إلى الله بدأت خلاص الأيام التي لا تعود على الإطلاق بدأت خلاص أعظم فرصة في حياتي وحياتك وحياتك بدأت خلاص يا جماعة هند من تعطبة كانت من أكتر الناس اللي بتكره الإسلام إيه اللي خلاها تسلم يوم ما الصحابة فتحوا مكة دخلوا بشوق السنين اللي اتحبسوا فيها عن الحرم فضلوا طول الليل يصلوا ويبكوا في الحرب فلما شافت المنظر بوئتت راحت لبو سفيان جوزة تاني يوم قالت له ايه قالت له ما رأيت الله عبد حق عبادته مثل ذلك اليوم احنا يا جماعة عايزين بإذن الله اللي يشوف عبادتنا للملك الجليل في العشر تيام دول يقول ما رأيت الله عبد حق عبادته مثل هذه الأيام وويس القرن رضي الله عنه كان بيقول لأعبدان الله في الأرض كما تعبده ملائكة السماء احنا عايزين ده يبقى شعرنا في العشر أيام دول لنعبدان الله في الأرض كما تعبده ملائكة السماء احنا نتنفس مع ملائكة السماءات في العبادة في العمل الصالح في التسبيح في الزكر في وصل الليل بالنهار في العبادة بإذن الله عايزين في العشر تيام دول نبقى فرسان 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 في الصلاة فرسان في الصيام لأن العشر تيام دول معركة معركة حقيقية لنا أعداء فيها وفيه غنايم عايزين ناخدها ومعركة حياة وموت حياة وموت ما ينفعش نخفل فيها عايزين نبقى فرسان في الصلاة في الصدقة في الصوم فرسان العشر فرسان العشر هو ده الشعار بتاعنا انك تبقى فارس من فرسان العشر فارسة من فارسات العشر العشر ايام من ذي الحجة ده الشعار بتاعنا من النهاردة ان شاء الله الاخر يوم من هذه الايام العشر باذن الله زي ما كنا فرسان في رمضان يا جماعة عايزين يبقى فرسان في العشر لهمك عايزين يبقى فرسان بس اخدوا بالكو المعركة بتاعت العشرة اخطر ليه اول حاجة ان معركة رمضان كان العدو بتاعك هو نفسك بس الشياطين مكمبلة مصفضة منهاش دعوة بيك العشرة دول الشياطين موجودة معاك يعني ايه يعني عدوك الشياطين ونفسك اللي اتنين معاك بيوجهوك اللي اتنين بيحربوك الشيطان هيحاول ينيمك عليك عمر طويل ينفرقوا ده هايحاول يعدك يقولك يا عمي ماكفايا رمضان كفايا على مين كفايا على ربنا سبحانه وتعالى كفايا عليك في الثواب كفايا عليك في المقام هيحاول يزهدك يقولك يعني يعني ابقاء عوض بعد كده هيحاول يحبطك يا عمي ما انتش هتقدر يا عمي ما انتش هتقدر تبقى رجل صالح ده الحاجة بتاعت الناس المجتد أوي هيحاول انه يشغلك الدنيا والمشاغل والدراسة والامتحانات اللي يشغلك عن ربنا هيحاول يحاولهلك بدلا من يبقى موسم طاعة انه يبقى موسم معصية خدوا بالكو يا جماعة معركة رمضان كان حواليك جيش كبير بيدفع معاك وبيحارب معاك كل الناس بتوعبط كل الناس عايزة توق كل الناس منتبهة انما عشر دية المعركة بتحهم كثير من الناس مش منتبه لهم اصلا مش عارف قيمتهم ممكن تلاقي نفسك لوحدك ولكن غنائم معركة العشر اعظم من غنائم معركة رمضان خدوا بالكو يا شباب معركة العشر غنائمها كأن واحد راح تقتل وجاهد لغاية ما تقتل في سبيل لو انفق كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى غنائمها افضل غنائم عند الله لانها افضل ايام الليها سبحانه وتعالى خدوا بالكو يا شباب لو واحد استشاري واحد استشاري واحد عامل في مبنى العامل في المبنى بيروح يبني ويصب بتطلع روحه يدوله عشرين جنيه الاستشاري يجي يبص بص على المبنى يدوله خمسين الف جنيه ازاي هو فرق مجهود لا مش فرق مجهود امال ايه لانه فرق علم الاستشارة عنده علم العلم يا جماعة شوفوا اللي ما عندهش علم بكمية الايام ده هيخسر قد ايه وهيضيع قد ايه وهيفرط في فرصة من فرص عمره خطورتها عند ربنا قد ايه يا اخي كفايا انك تقابل ربنا لو انت يا اخي سبحان الله حياتك كلها معاص قابل ربنا بالعشر طيام دول في مزانك وفي صحفتك يوم مطلق الله سبحانه وتعالى انا مش بكلمكم عن معركة هاتب ده المعركة بدأت الفرصية بدأت خلاص من اول ادان المغرب اللي احنا صلنا من كسا ساعة جماعة احنا في اول ليلة عارفين يعني ايه في اول ليلة يعني لما ربنا قال وليال عشر لما ربنا اقسم بيها احنا في ليلة ربنا اقسم بيها احنا بنتكلم الوقت في درس في وقت ربنا اقسم بيه اقسم بالوقت اللي احنا عادين فيه ده انا مش قادر أصدق يا جماعة انا مش قادر أصدق ان الواحد يتكلم عن ربنا وعن ديد ربنا في ليلة ربنا اقسم بيها سبحانه وتعالى شوفوا عظمة الموقف اللي احنا فيه وعظمة الوقت اللي احنا فيه هتعمل ايه ليلة وقت تبدأ بداية شكلها ايه لازم ضربة البد لازم اول خطوة تبقى اقوى خطوة لازم اول خطوة تبقى احسن خطوة على الاطلاق هنعمل ايه هنعمل ايه في الليلة اللي ربنا اقسم بيها ده ايه يا اخواني في الله يا جماعة عايزين لو انا جبت الواحد منكم عقد عمل عشر تيام بمليون جنيه يا نهر ابيض لو طالب عنده امتحانات ااجلها يا عم ااجلها انا يعني انا خدت ايه من شهادات ولو موظف يا عم انا اخد يعمل او اترفت حتى ده انا افتح اي مشروع بيه ولو تاجر اقفل المحل واجه افتح اي محل انا عايزه ده مليون جنيه في عشر تيام طب ده انا يا جماعة ده الموضوع اختر من ك انا والله يا جماعة احنا عايزين شعرنا الليلة اعمل لك مليون قبل ما تنام اعمل لك مليون قبل ما تنامي لما تلاقي واحد صاحبك قاعد كده في السكشن ولا في المحاضرة ولا في الراون قاعد كده نايم ولا اقول له يا عم او اعمل لك مليونين ولا امي يا اختي اعمل لك كذا باك وكده يا جماعة ده المضاعفة رهيبة في هذه الايام يبقى الوقت غالي جدا 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 واحنا بدأنا فيه انو انكم الوقت وانتوا قاعدين تسمعوا عبادة من هذه العبادات في هذه الليلة العظيمة اللي هي بداية هذه الليالي العشر وبداية هذه الأيام العشر بإذن الله سبحانه وتعالى عايزين نبقى فرسان يا جماعة فرسان فرسان في كل حاجة فرسان في الصلاة في الصوم في الصدقة فرسان في التوبة فرسان في العبادة فرسان في المجاهدة فرسان في الدعوة فرسان في التوبة إن احنا نبقى فرسان في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى اللي مش هيتوب لربنا ربنا هيقهر قلبه اللي مش هيختار ربنا وهيختار الدنيا بقلبه العقوبة بتاعته مش هتبقى اي حاجة قد ما ان قلبه هيطهر بسبب الدنيا اللي رح لها احد الناس عنده املاك كتير جدا وعقارات غالية جدا وفي اماكن خطرة جدا ضرب وجمع وحسب واسم ووصل انه لو باع كل ده وراح علي الرصيد الملايين الضخمة ده هي في بنك في اوروبا النسبة بتاعته 18% الريبة بتاعه 18% هيعيش ملك من الميوكي ناك باع كل حاجة وكان متأفف على طول ارفان على طول مش مائزة على طول باع كل حاجة وطلع على ربا ومع ملايين ضخمة داخل البنك عشان يحطها او يحولها في البنك قالوا له لا بص انت ماينفعش انك انت تحط الفلوس بتاعتك عندنا اليه النهاردة ليه لان في ورقة لازم تخلص ما يدرش نقبلها طب وبعدين كان مع واحد صاحبه صديقه قال له طب حطها باسمك واخدها بكرة قال له ماشي ما فيش مشكلة خالص عم بتخلص الورقة بتاعتك تاني يوم خلص الورقة رايح لصاحبه بيقول له يلا يلا ايه يلا عشان البنك بانك ايه انا عرفك اخوان اعرفك وانا عمري شفتك شاء عمري ضعف لحظة شاء عمري فلوسه كلها راحت كل ربنا لما العبد بيختار حاجة غيره بيقهر قلبه على الحاجة اللي اختارها غير ربنا سبحانه وتعالى لما امريكا طلعت تشالينجر تشالينجر الساروخ المتحدي بيتحده مين تشالينجر يا جماعة كان معمول عشان يطلع الفضاء يقعد 12 شهر كان فيه خمس رواد فضاء ورائدة كان المفروض ان تشالينجر هيطلعه الرائدة دي هتحمل في الفضاء تحمل ازاي ما اللي اشتهوا وتعود 9 شهر الحمل وتولد في الفضاء وياخده تجربة الحمل والولادة في الفضاء كان كل جزء في تشالينجر عاملين له جهازين مرأبة على كل جزء في هذا الساروخ مليارات المليارات اتكلفها وفي اللحظة المحودة بعد 17 ثانية من صعود المتحدي اللي بيتحدى مين تشالينجر يحترق امام كاميرات العالم كلها بحيث انه مش احترق في الفضاء ده احترق قدام الدنيا كلها ازاي ده ما فيش جزء ما فيش جهازين مرأبة ليه ازاي ولم تحاول امريكا منذ هذه اللحظة اكتر من 20 سنة حتى الان ان تقعد التجربة مرة اخرى شوفوا اللي بيتحدى ربنا ربنا بيقره ازاي شوفوا ربنا بيقره ازاي صاحب الجنتين اللي اشرك بالله ربنا عمله ايه في الاخر واحيطه بثمره لما واحد يحاوت عدوه يبقى عايز استقصله ربنا وصله انه في الاخر يقلبه كفاي خلاص على الاحض راح كل حاجة تقليب الكاف عكس حركة الدعاء انك ترفع ايديك بامل تقليب الكاف ان اللي اتنين فاضيين بيأس خلاص كل حاجة راحة شوفوا ربنا وصله الايه لانه هو اختار غير ربنا القهار يا جماعة يبقى فرسان في التوبة لازم نبقى فرسان فرسان في طلب الدار الاخرى بعان في الدنيا هيطول جوع يوم الايامة كم من واحدة مروية في الدنيا هيطول عطشة يوم الايامة كم من واحد عزيز في الدنيا هيطول ظل يوم الايامة الموضوع مش بسيط يا جماعة الموضوع خطير جدا ومحتاج مجهود احد السلف كان لما بيصحى لقيام الليل ينزل المقابر الاول ويقول لهم يا اهل القبور قطوية الصحائف انتهت الورق تشد منكم كأنه بيقول لنفسه خد بالك الورق هيتشد كان بينزل يطعز بالاموات احنا فينا ناس بتطعز لما تشوف واحد مريض لما تشوف واحد مبتلى انما لما بنشوف الميت اخطر واعز صامت ما بيطعش ليه الميت يا جماعة الميت دا لو ربنا طلع ميت من تحت التراب بعد يوم من موته وطلع مكان هنا هو يكلمكم هيقول درسي ما فيش حد قاله في التاريخ الميت هيقول لكم ايه عارفين هيقول لنا ايه هيقول لنا انتو قبل ما تصابوا بالمصيبة اللي انا اصبت بيها قبل ما يحصلوا كل الحصل فيها انتو مش هتقدروا تتخيلوا مهما حصل ابدا يعني ايه احساس واحد صحفته تدفلت وعددات سيئات وقف انتو مهما تخيلتوا مهما تخيلتوا لا يمكن هتتخيلوا ابدا يعني ايه واحد ورقته هتتسلم وهيتحاسب على حاجة حاجة فيها انتو مهما تخيلتوا مش هتتخيلوا يعني ايه واحد معряدوش حاجة اسمها عشر زل حجة يشتغل فيه مععدشا عندو حاجة اسمها مهما حسيته مش هتحسه باحساس واحد ابدا مهما كان معديتش ادي ملكه يقلب بها المصحف ولا يعني ملكه يبكي بها من خدشة الله ولا لسانه ملكه يذكر به ربنا مهما تخيلته مش هتتخيله ابدا يعني ايه ميت مع اقاف التنفيذ يعني ايه ميت مع اقاف التنفيذ ولو ترى ايض الظالمون في غمرات الموت والملائكة تباصطه ايديهم اخرجوا انفسكم هو بيموت بس مش هتطلعه روح اقاف تنفيذ امتى التنفيذ هيقف لغاية امتى لغاية مربنا ازن ان نروحه وتطلع بعد ما يعذب قدر ما يا شاء الله مهما تخيلته يعني ايه عاصي بيموت مع اقاف التنفيذ مش هتحسه بس الامر مهما مهما وصفتلكه مش هتحسه يعني انسان ما عادش ينفع يقول كلمة استغفر الله تبت إليك يا رب انتهت الكلمة دي من نسمانه يا جماعة الموت وعز رهيب عايزين نبتعز يا جماعة عايزين نبتعز بالاخرى فرسان نبقى فرسان في طلب الدار الاخرى في هذه الايام فرسان ربنا بيقول وهو اسرع الحاسبين يعني ثمرت طاعتك ومعصيتك بتبان فورا بحسابك على الطاعة والمعصية او البول وبيستمر ويستمر يعني ايه يعني الطالب اللي ما بيحلش الواجب تاني يوم بيتضرب انما اللي بيعمل طاعة ومعصية فورا بتبدأ العقوبة او المثوبة تتنزل على طول يا جماعة والله يعني يعني احنا لازم يعني انت لازم تاخد دلك انت بتتعامل مع اسرع الحاسبين يعني العشر تيام دول لو اجتهدنا فيهم في العبادة اسرع الحاسبين هتلاقي ثمرتهم من فور ما تبدأ تكتهد في قلبك ونفسيتك وكل شيء في الحياة ورزقك وكل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى عشان كده لما تيجي يوم الايامة تقول هاقوموا قراءوا كتابية هاقوموا قراءوا كتابية تخيلوا الورقة الورقة ما شاء الله التبلاء اللي توزع منها مئات الالوف ده هي بتاعت المرة اللي فاتت ورقة صفحة جديدة مع الله تخيل دي لو جات في صحفتك بتبص كده لقيت ختمة قرآن او المشروع لقيت تلبية فورية فور الادان لمدة عشر تيام لقيت ذكر عشر تيام ما بطلنات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر صيام تسع تيام حجة وعمرة عشان تسع جلسات ضحى لقيت 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 قيم لقيت ده هتفرح الدهاء ومقراء وكتابية تعالوا شوفوا انا عملت ايه وتعبت قدي عشر ربنا وربنا اداني ايه ربنا في جهد الاخرى قال لك اسعى 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 والى ذكر الله السعي ده لما يكون انسان عنده طموح عايز يحققه عايز يوصله ربنا في جهد الاخرى الفص طبقه الاستباخ ده لما يكون واحد بيمصل اللي جنب وبعدش يسبقني حدش يسبقني لك يا رب ربنا في جهد الاخرى قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون التنافس ده لما يكون خلاص اربعة بينصف وتصفيات قبل النهائي في كاس العالم يقولك التنافس احتدم يعني كل واحد هيموت لو ما طلعش النهائي ده التنافس يا جماعة اللي هو هتموت لو ما وصلتش هتموت لو ما لحقتش ربنا قال سارعوا سارعوا الى مغفرة من ربكم اللي بيسارع ده اللي جاي بحب اللي جاي بشوق اللي جاي بقلبه ما هوش جاي غصبا عنه اللي جاي بحب صدق لله سبحانه وتعالى يا جماعة يا جماعة كان ابراهيم ابن اذهب قاعد قاعد لقى واحد من اخوانه معدي مزهول ما هواش داري من اللي حواليه فبعت له واحد قال له انت مالك ما سلمتش علينا ليه قال له امرأتي ولدت وما عندي مال هجيب فلوس من اين ادفع للدايا هجيب فلوس من اين اجيب لها اكل بعد الولادة هجيب فلوس من اين فارسل ابراهيم ابن اذهب بسرعة انبعت واحد بمال كثير والطعام كثير لامرأة هذا الرجل فلما لأت المال داخل عليها والطعام داخل عليها مكروبة زي جزها فقالت من ارسل هذا قال ابراهيم ابن ادهم فرفعت يديها الى السماء وقالت اللهم لا تنسى هذا اليوم لابراهيم اللهم لا تنسى هذا اليوم لابراهيم اكتهدوا يا شباب عشان نقول اللهم لا تنسى هذه الايام لنا اللهم لا تنسى قيمها لنا اللهم لا تنسى صيامها لنا اللهم لا تنسى اجتهدنا فيها مش هيتنسي لكم عملكوا الصالح فيها في الموازين ابدا يا جماعة عايزين نلحق بقا عايزين نلحق ده واش القرن عايزين نلحق الملائكة بيقول سأعبد الله في الارض كما تعبده ملائكة السماء ابو مسلم الخوالان عايزين نلحق الصحابة بيقربك رجليه ويقول لها والله لازحفان نبيك زحفة ايحسب اصحابه محمد ان يستأثروا به دوننا أنا لازم ألحق أصحاب محمد على الحوض وأسبق للنبي عليه الصلاة والسلام يعني الموضوع كبير يا جماعة الموضوع حطول جدا الموضوع أخطر مما نتخيل والله العظيم فرسان فرسان في التوبة فرسان في التوبة إلى الله النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع الصحابة رسم خط والخط طالع منه خطوط الخط ده الصلاة المستقيم والخطوط دي تلك الطرق بتاعت المنحرفين أنا عايز أعرض لك الخريطة دي وأقول لك انت فين فيها انت فين انت على خط المستقيم على خط من الخطوط المنحرفة على خط المستقيم في أوله في آخره انت فين انت فين احنا فين يا جماعة احنا فين من الخريطة دي احنا فين من طريق ربنا سبحانه وتعالى لازم لازم يا جماعة أنا استشعر بقلوبنا خطورة الموقف اللي احنا فيه ساعة ما تدخلي تعرضي على الله انت متخيلة داخل ما تعرضي على الله سبحانه وتعالى انت عارف انت هتشوفي ايه وانت نخلة قدامك اه هتشوفي واحدة بتتصحب على وجهها سبعين ألف ملك بيسحبوها ويا بتقول يا ليتاني لم قوتها كتابية عصت ربنا بكل المعاصي والشهوات ومسحوب على وجهها وهتشوفي واحدة تانية طلعة بتجري وبتقولها أموا قرأوا كتابية كانت مكتهدة فطاعة ربنا على طول سبحانه وتعالى واتشوفي إنساء وقفين منكسين رؤوسهم وهم بيقولوا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوس إيمان ده ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحة قاعدين يتوسلوا بربنا هتشوفي اتنين اتنين من صاحباتك كانوا أنتمات لبعض كانوا أقرب اتنين لبعض كانوا قراناء لبعض ما بيسموش بعض وقفين يتشكلهم وكل واحدة تحدف التقبل التانية زي صورة قف بالزبط قال قرينوه وربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد يا رب مش أنا السبب هو اللي كان ضال وده يشتم ده وده يتهم في ده وفي الآخر لا تختصبوا لديا وقد قدمت قرائكم بالوعيد الموضوع انتهى خلاص الموضوع خلص تخيالي وانت داخل تعرض على الله هتشوفي كل المشايد ده ايه وكل المناظر ده ايه قبل ما تدخل طب لما تدخل هتعمل ايه ايه هنعمل ايه يا جماعة عايزين نبقى فرسان في طلب الدار الأخرى في هذه الأيام عايزين نبقى فرسان في العبادة فرسان في العبادة العبادة يا شباب أنا مش بقول لكم أنا مش بكلمكم على العبادة أنا بكلمكم عن كنوز عمركم اللي هتقابلوا بيها ربنا أنا مش بكلمكم على عبادة أنا بكلمكم عن أكتر حاجة هتبهج قلوبكم يوم الحزن الأعظم أكتر حاجة هتفرح قلوبكم يوم الحصرة الرهيبة أكتر حاجة هتديكم أمل يوم الندم العظيم أنا بكلمكم عن الحاجة اللي ما هتنزله أول ليلة في القبر هتحاوت بكم من كل ناحية تمنع العذاب من أي ناحية بكلمكم عن الحاجة اللي يوم ما هتطلعه من تحت التراب يوم الايامة هتوقفكوا في ظل عرش الله بكلمكم عن الحاجة اللي ساعة ما هتقابل ربنا ساعة من قابل ربنا سبحانه وتعالى اه على لقاء الله اه على لقاء العباد لله اه على لقاء الصوامين القوامين بالله اه على فرحة قلوب العباد لما هيكشف الحجاب منه وربهم وفرحة ربنا بيهم اللي هشد من فرحتهم بيه اه على فرحهم لما تيجي يوم الايامة قده بربنا تقولوا يا رب يا رب أنا والله العظيم يا رب أنا يا رب والله كنت بصوم يا رب وحطتكم باية المية قدامي وكلمها أقول لها أنا نفسي فيك ولكن أنا بحب ربنا أكثر وأغلق وأنا يا رب أنا يا رب كنت أقول نباس مع كلمة الله أكبر في الأدان حياتي بتوقف قلبي بيرتجف شوق الدنيا كله بيطلع في قلبي بجرع على الجامع وأنا يا رب وأنا يا رب أنا يا رب أول ما عرفتني جلسة الضحى أنت بتحب التشبيح فيها ما سبتها قدش يا رب وانا يا رب انا يا رب ما سبتش عبادة بتحبها لو عملتها وانا يا رب انا يا رب ما كنتش منسك ابدا والله ما كنت منسك ابدا يا رب انا ما كنتش مفتكر حاجة غيرك انا ما كانش في قلب حد غيرك ما سكنش في قلب اي حد غيرك وانا يا رب وانا يا رب تقولي له انا يا رب انا في كل ليلة من ليلة القيام الليل ده كان احب اوقات حمري واسعد ايام حياتي كلها وروحي انا كنت كل ليلة بقوم ونجيك يا رب انا مش شايفاك ولكن كنت بنجيك من حب ليك مش سمع ردك علي ولكن بصلي ليك من كتر شوق اليك يا رب وانا يا رب يا فرحة العباد ساعة ما يقبل ربنا يا روعة لقاء ربنا بالعباد يا جماعة الايام دي هي اللي تثبت انت بتحب ربنا قد ايه الايام دي هي اللي تثبت انت فعلا نفسك كافة السيء الحسنات في الميزان تتقل قد ايه الايام دي هي اللي هتثبت انت نفسك في قصور الجنة ونعيم الجنة قد ايه الايام دي هي اللي كل واحد مننا هيعرف هو مقام عنده ربنا ايه هو فين عند الملك الجليل هدف السلسلة دي اللي اول حلقة فيها الليلة يا جماعة ان شاء الله اللي احنا هنكملها مع بعض العشر منزل الحجة بإذن الله في كل ليلة من الليلة اللي ربنا اقسم فيها بإذن الله سبحانه تعالى هدف الدرس داك والسلسلة دي ان احنا يا جماعة ان احنا نخرج ملتزمين وملتزمات عابدين وعابدات ان كل واحد مننا يتنقل نقلة في علاقته بالله نطلع بقى في علاقتنا بالله اللي عبادة بكده امل امل في الحياة جريج لما المرأة العاهرة تبلت عليها سابقه الولد من الزنة وتحمله محاكمة والملك واقف هيفصل هيمكن يقتله والناس واقفة مبوتة جريج يزا يعمل كده والمرأة العاهرة واقفة واعناها كلها تشف فيه والجنين نايم قاعد يبكي ويسرخ ماشو عارف حاجة من اللي حواليه واللي كانوا يسمعوا كلام جريجي وقفين مرعبين احسن يطلع جريجي فعلا صالم ويبقى القضوة كسرت قدام عينيهم وجريجي داخل قمة الثقة قمة السبات قمة اليقين قمة الاطمئنان وقالهم زروني وقصلي ركعتين تشتريب كام معية ربنا لجريجي في الموقف ده تشتريب كام الثقة اللي كانت في قلبه في الموقف ده لانه عابد متطمن بالله ان ربنا ما بيضيعش اجر العابدين ابدا ابدا يا جماعة يا شباب لو انتوا فتحتوا المصحف من اوله كده دوروا على اول امر في القرآن ايه اول امر ربنا امر الناس بايه هتلاقوا في الصفحة الثالثة من سورة البقرة يا ايها الناس اعبودوا ربكم اعبودوا اول امر في القرآن العبادة ليه اول امر لانه احب امر اول مرادة ربنا منك في حياتك انك انت تعبودوا انك تملح حياتك بعبادته بس انا بتعب في العبادة بس القيام بيبقى تقيل علي ما هو اتنين قبلوا بعض واحد مستريح واحد تعبان التعبان ده واحد في التعليم والمستريح ساب وكبر فالتعبان بيقوله يا اخي انا تعبان انا ما بنحش انام محاضرات من الصبح وسكاشن يا اخي وبهدلة ودروس خصوصية ومذكرة وترمات ومترمات وامتحانات انا تعبان التاني يقوله ده انا باشا ده انا مستريح ده انا بنام للدهور ده انا بعمل اللي انا عايزه هو يا جماعة ده تعبان بس تعب الاحياء وده مستريح بس صراحة الاموات انت تختارق من الاتنين تعب الاحياء طبعا تعب الاحياء النعيم لا يدرك بالنعيم المؤمن اذا ارتاح غفل اخواني في الله اخواتي يا جماعة عايزين نركز مع بعض احنا في اخطر ايام ايام الفروسية الفروسية في العلاقة بالدين الفروسية فرسان فرسان في العبادة ازاي نبقى فرسان في العبادة لو واحد بعطلك لو حد بعطلك كلمني شكرا كلمني شكرا كلمني شكرا الف مرة وما رضتش عليه يبقى موقف منك ايه ربنا بعطلك الف رسالة كلمني نجيني ادعيلي اعبدني ادعولي قرب مني انت مرضتش ليه ليه مرضتش معنا انه ببعطلك النريسة في امل لو مريض سرطان من الدرجة الخامسة خلاص الاطباء مش عارفين يعملوا حاجة الدكتور مش هيقول له انت خدت ده ولا لا الداخل موعيد ولا لا الجرعات مصبوطة ولا لا الاكل ممنوع واني مش ممنوع مش عليو ولا مش هيقول له كده خالص اما الى الدكتور هيقول كده المين للي شايف ان فيه امل انت شايف ان انت أنيه نعمل اثنين النوع ده ولا النوع ده انت شايف انك اتعداد خلاص يعني ما فيش امل انك تبقى عبد مافيش امل ان الموسم دهول عشر تيام دهول تيجي توصل الليل بالنهار في اللي عبدا في يوم مفيش امل نبقى كده يا جماعة لازم نبقى كده لازم يا شباب لازم يا شباب نبقى كده على قد ما نقدر عبدالله ابن عمر ابن العاص كان عنده 13 سنة طفل في ستة ابتداية اقول اعدادي طفل وكان بيختب الكرآن كل ليلة وبيصوم كل يوم لغاية ما النبي بعث له نهاء عن هذا عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله دعني اتمتع بشبابي عايز اتمتع بشبابي دي بتاعته بشبابه يا جماعة فرسان في العبادة فرسان لو ابنك شافك بتصوم اللي يام هيصوم زيك لو بنتك شافتك الايام دي مسك المصحف وبتذكر ربنا هتذكر زيك لازم الاباء والامهات يبقوا قدوة لازم ما نستقلش الموضوع يا جماعة ونجيب اخرنا فرسان فرسان في الذكر عايزيني بقى فرسان في الذكر يا شباب فرسان في الذكر يا اباء ويا امهات فرسان في الذكر يا أمة محمد الذكر لسانك حصانك في العشر تيام دول إحدى النساء راحك للجنيد الجنيد فقالت له يعني يا جنيد أنا زوجي يتزوج علي أراد أن نزوج علي قال لا طب يعني خلاص ده شرع ربنا يعني فقالت له لا أكشف لك وجهي لترى وجهي وترى من كانت له مثلي هل يتزوج عليها امرأة أخرى فكشف توجهها فالجنيد وقع مخشي عليه هو مش مخشي عليه من جمالها ومال من ايه من الكلمة اللي قالتها من كانت له مثلي هيتزوج معها امرأة أخرى الجنيد قال من كان له مثل الله هيدخل في قلبه أحد آخر اللي له إله زي ربنا اللي له إله بعظمة ربنا يبقى فالبه حد غيره اللي له إله في جلال ربنا يبقى على لسانه ذكر حد غيره انت ما بتغيرش من الكون لما ربنا بيقول سبحة لله أنا عايز لسانك يشتغل معايا بقى سبحة لله ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات يعني ايه يعني زرات طراب الأرض بتسبح يعني رمال صحار الأرض بتسبح يعني قطرات الماء المنهامرة للنهار على الأرض كل قطرة نزلة وهي بتسبح يعني يا جماعة هدير شلالات الأرض تسبح لله يعني زئير وحوش الأرض تسبح لله يعني تغريب طيور الأرض تسبح لله سبحة لله ومرة ربنا يقول سبحة لله ومرة يقول يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ليه سبح يعني من يوم ما اتخلقت ما بطلتش تسميح يسبح يعني ما فيش لحظة بتعدي من غير تسميح انت ما بتغيرش من ان يكون كله ذاكر مسبح لله ما تقول سبحان الله العظيم وبحمد يا أخي سبحان الله العظيم وبحمد عايزين يا جماعة عايزين الايام دي ما نضايحاش في الذكر أبدا الرسول على السلام بيقول لك سبق المفردون الرسول بيقول لك سبق المفردون سبقوا سبقوا بحدش يدر يلحقهم الذاكرين الله كثيرا والذاكران المفردون في رواية صحيحة الذين يحترون بذكر الله المولع المولع بالشيء اللي ما بيتكلمش عن غيره اللي ما بيتكلمش عن حاجة تانية اللي ما بيجيبش سيرة حاجة غيره اللي بيتكلم عن الشيء للنهار الذي يهتر في ذكر الله اللي ما بيضايحش لحظة في غير ذكر الله عايزين نهتر في ذكر الله ذي الايام وليالي عايزين نملاها ذكر واعبادها لله سبحانه وتعالى عايزين نملاها جماعة ما نضيعش فيها لحظة في غير ذكر الله ذكر اللي سبق المفردون ما نبطلش ذكر ما نضيعيش لحظة فرسان في الذكر فرسان في المجاهدة فرسان في المجاهدة ازاي السعي يا جماعة بين الصفة والمروة الحاجة اللي دروسها ما بتنتهيش السعي بين الصفة والمروة ليه سبعت شواط ليه مش شوط كأن ربنا بيقولك ان مش هتسع مرة ولا اتنين ولا تلاتة ماينفعش تحاول مرة ولا اتنين ولا تلاتة الفتح ما بيجيش من اول مرة ولا تاني مرة ولا تلاتة مرة الفتح بيجي لما تحاول وتحاول وتحاول يوم الفتح يجي الفتح بيجي لما تسعى يا جماعة عشان كده السيدة هاجر سحدة ست وحدة ست توكلت على ربنا فجر لها البريل للناس بتشرب منها يوم الايام وحدة ست قول يا رب توكلت عليك يا رب عني على العبادة في الايام دي قول يا رب توكلت عليك حسب يا الله نعم الوكيل عني يا رب وشوف ربنا يعينك عاون شكله ايه يا جماعة الرسول عليه السلام لما كان بيقف عند المسعى ده الصفة والمروة كان بيذكر النصر من الله يقول لا إله إلا الله وحده نصر صدق وعده ونصر عبده ايش معنى النصر كان الرسول في المكان بتاع السعي بيجيب النصر لأنك عايز تنتصر لازم نسعى عايزين الأمة تنتصر لازم نسعى يا جماعة لازم نسعى طب واش معنى هنا يا رب نسعى هنا ما بين جبلين في حتة قفر عشان تتعلم حتى لو صح رسعى حتى لو ما فيش أسباب سعى حتى لو ما عكش أي إمكانيات والأبواب كلها مأفولة بردسعة والفرج هيجي من السماء زي ما حصل مع السيدة هاجر وكان سعيكم مشكورة انت سعيك في الطاعة لما تقابل ربنا هيبقى مشكور سعيك في الإيمان والعبادة الفترات اللي فاتت مشكور عند الله عايزين نوقف ونفكر يا جماعة عايزين نوقف ونفكر ونحسبك كويس قوي إن المجاهدة المجاهدة فرسان في المجاهدة إزاي نبقى فرسان في السبات وفي المجاهدة وفي التضحية الأيام بتستاهل التضحية والله العظيم شوف سيدنا إبراهيم بيقول لربنا إيه بيقول وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتة قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يطمئن قلبي يطمئن قلبك يا إبراهيم يطمئن قلبك بعد ما وقفت فوش قومك لوحدك يا إبراهيم بتقولهم فأي الفريقين أحق بالأمن وزي الجبل هم منزلزلين قدامك وانت واقف راسخ لسه عايز قلبك يطمنا أكتر من كده يا إبراهيم يطمئن قلبك بعد ما ترميت في النار ما فيش عارة في جسمك انزلزلت ولا تهزت وبتقول حسب يا الله نعم الوكيل يطمئن قلبك بعد كده يا إبراهيم يطمئن قلبك بعد ما وقفت فوش النمرود يقول لك أنا أحي وأميت تقول له إن الله يأتي بالشمس من المشرك فأتي بها من المغرب وما خفتش يطمئن قلبك بعد كده إيه الطموح الرهيب في العلاقة بالله عنده طموح لا يتوقف ولا حدود له فعلقة قلبه بالله وإطمئن قلبه بالله بعد كل ده بيقول يا رب عايز قلبي يطمئ بعد كل ده يا إبراهيم أمنا لحنا نقول إيه أمنا لحنا نعمل إيه طب يا إبراهيم قال فاخذ أربعة من الطير أربعة هدهو الطووص يا ماما حاجات مختلفة ثم فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءة اتباحهم وأطاحهم وكل إيه حتة حطها على جبل طب ليه يا رب على جبل ده تكليف شقة قوي يا رب عشان يطلع على عشرين تلاتين جبل ولا عشر جبل حتى ده الجبل ده شيء رهيب يا جماعة في طلوعه ونزوله واحد مرة جربها حاجة صعبة جدا الجبل الصغنان خالص اللي بتشوفه من تحت ده ده طلوعه صعب جدا ونزوله صعب جدا قال له يعني يا رب ليه التكليف صعب كده لأن ما فيش وصول اللي بتعب ما فيش وصول اللي بمجاهدة ما فيش وصول اللي ببازل لازم توطني نفسك على البازل لازم توطن نفسك على التعب عشان كده يا جماعة الفتح على قدر وجاهده في الله حق جهاده مش اعماله جاهده اجهد نفسك اتعب نفسك هتأخرك في الله ده عشان ربنا حق جهاده شوف ربنا يستاهل ايه هو اشتباكم ربنا اختارك اختاره ربنا مش نسيكي ما تنسهوش ما ينفعش يا جماعة هو اشتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج موضوع بسيط محدش قال لنا سيبوا شغلوكم وروحوا وعودوا في الجوامع محدش قال لنا سيبوا امتحناتكم وروحوا وعودوا في الجوامع لا يا جماعة ولكن عايزين نوازن يا جماعة من الدين والدنيا في حياتنا عايزين نعالج التطرف في حب الدنيا في قلوبنا يا إخواني في الله فرسان فرسان في العبادة فرسان في الذكر فرسان في المجاهدة فرسان في التوبة فرسان في طلب الآخرة فرسان في الدعاء الدعاء يا جماعة يا رب كلمة يا رب لما ربنا يقول في القرآن له مقاليد السماوات والأرض يعني مقاليد يقول لك مقاليد يعني مفاتيح الآية دي من أعظم آيات الرجاء في القرآن يقول لك ربنا بيطمعك فيه بيطمعك فيه بيقول لك انت مش عارف انا عندك نوز شكلها ايه انا مفاتيح كل حاجة في ايدي مفاتيح الشفاء في ايدي مفاتيح الجواز في ايدي مفاتيح الرزق في ايدي مفاتيح الفضل في ايدي مفتاح الخير في إيدي مفتاح الزاعدة في إيدي له مقاليد السماوات والأرض عايز ما ايه الباب المقفول ونفتحه لك ايه الكنز المدفون ونطلحه لك ايه الحاجة اللي محكوبة عنك ونجبهالك بس تعالى له مقاليد السماوات والأرض أنا كنت دايما أقول لكم إن حل ما شاكلنا في الدعاء لا يا جماعة أنا بترجع عن هذه الكلمة والله يا جماعة بترجع عنها في الأيام اللي فأيت تعارفين ليه لأنك تشفت إن مش حل ما شاكلنا الدعاء حل ما شاكلنا الدعاء للنهار حل ما شاكلنا إن إحنا ندعي ربنا فرصاً في الدعاء دعاء للنهار حل ربنا إن إدنا دي ما تنزلش أنت عند كم فيه مشكلة في حياتك أنت عندك مشكلة في صحتك وعندك مشكلة في حد حبيبك وعندك مشكلة في دنيتك ورزقك وعندك مشكلة في كذا موضوع شغلك ونفسك يتحل وعندك مشكلة في دينك وعبادتك وقلبك وقيامك وصيامك وعندك مشاكل في آخرتك وزنوبك وصحفتك يا جماعة احنا محتاجين ندع ربنا للنهار يا جماعة انت تتخيل فنوس كامل تحل مشاكلك كام ربع مليون جنيه تحللك كل مشاكلك كام واحد في الدنيا معه ربع مليون جنيه وحياته كلها مشاكل اه لا 10 مليون جنيه كام واحد في الدنيا معه 10 مليون جنيه وحياته كلها مشاكل طب مليار كام واحد معه مليار وحياته كلها هم وحزن وكتاب امال ايه يا جا حبيبي مش من هنا ده من فوق 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 خالص الحل من فوق الحل فوق الكرسي فوق العرش الملك الجليل اللي بيده حل كل حاجة انما اللي تحت ده كله اعجز منك وافقر منك لله سبحانه وتعالى يبقى ايذن يا اخواني فرسان في الدعاء فرسان في كلمة يا رب فرسان في رفع اليد لربنا فرسان في الهتاف لربنا فرسان انا عايزك تدعي لغاية ما تحس ان كل زر فرسان في قلبك بتستغيث بالله انا عايزك تدعي لغاية ما تحس ان كل جسمك بيتنفض من شدة الرجاء في الله عايزين نتعلم يا جماعة عايزين نتعلم ان احنا ندعي بكل قلبنا بكل طاقتنا عايزين نتعلم ان الدعاء ده ده سلحنا الوحيد في الحياة ده سلحنا الاول في الحياة ده رأس مالنا في مواجهة كل مشاكل الحياة عايزين نبقى فرسان في الدعاء الايام ده ايه وخصى انها ايام صيام باذن الله سبحانه وتعالى ما تنسوش تصحاره بعد الحلقة ان شاء الله فرسان فرسان في الدعوة فرسان في الدعوة الى الله من الحاجات اللي والله يا جماعة حرقة قلبي اهرت قلبي ان احد يعني بعض اخواننا في امريكا بعتوا ورقة صفحة جديدة مع الله متترجمة بالانجليزي وعايزين يطبعوها ويوزعوها على الجالية الاسلامية هناك في اريزونا قلت سبحان الله العظيم يعني في امريكا مترجمة احنا لما عملنا الورقة عملناها عربي انتو عارفين اللي حزني اللي حزني اللي احنا ما افتكرناهمش ما افتكرناش ملايين المسلمين اللي ما بيكلموش غير انجليزي وملايين المسلمين ما اكلموش غير الماني وفرنساوي وهولندي ما افتكرناهمش يا جماعة احنا بنفكر على قدنا الملتزمين قاعدين يدعو الملتزمين والملتزمات قاعدين يدعو الملتزمات هنخرج للناس امتى النهاردة وانا بقرأ في صورة الكهف ناردة كانت جمعة وكان بكرا في صورة الكهف جيت عندي زكرنين حتى إذا بلغ بين السدين قلت يا رب بلغ بين السدين كلمة بين السدين دي تشوء القلب بين السدين يعني ناس الناحياد يسد ونحياد يسد طب هو دخلهم من اين يبقى لازم عدى سد من يده يده عشان يوصلهم يعني لو بيننا وبين الناس سدود لازم نختارقها ونعديها لو بيننا وبين الناس حواجز لازم نعديها يا جماعة لازم يا جماعة نوصل للناس لازم نوصل للغلبة اللي محتاجين الدعوة ماشي في الشارع من يومين لقيت بنتين ورايا كده ماشيين واحدة بتقولها انتهت صمي في الايام العشرة قالت لا ما اعرفش اما بقى شوف طبعا اما بقى شوف دي معناه ايه معناه معروف يعني ربنا اننا جمعا على طاقت يا رب قلت يا رب الناس عايزين حد يعرفهم يعني ايه عشر زي الحج الناس عايزة حد ينزل لها الفضائيات بتغطي ايه يعني انما الدنيا الواسعة ديالي في الشوارع والجمعات والنواد مين يصلها والسكاشن والروندات والمحاضرات مين يصلها لازم يا جماعة نشيل المسؤولين اللي علينا حتى اذا بلغ بين السدين كام ناس الوقت بين السدين ومحتاجين نحن يصلهم واشهد من دونهما قوما لا يكادون يفقهنا قولا الوحكا نهيبكو الله كام قوم لا يكادون يفقهنا قولا في الارض مستنين المسلمين مستنين الدعاء يا جماعة كم وفن بيعبد من دون الله الوقت على الأرض زي بوزة ومناء زي حبل ومناء زمان وإساف ونائلة كم معبود غير الله بيعبد على وجه الأرض كم دين غير الإسلام على وجه الأرض إزاي يا جماعة إزاي ما نحاولش ننقذ الناس داي كلها مؤمن قال ياسين في صورة ياسين كان مع ثلاث أنبياء وخرج يدعو لغاية ما قتل في سبيل الدعوة ليه طب ما كان يسكت ما يقدرش ما يقدرش في الدين يبقى متفرج إلا الدين إلا ديني مقدرش يبقى متفرج أنا ممكن لما متفرج في أي حاجة إنما الدين لا مقدرش ده حتى مني ده حتى من لحمي ودمي وكياني وروحي وقلبي مقدرش في ده بقى متفرج عارفة لو حطيت لنفسك هدف إنك إنت تعملي حاجة في الدعوة هتعملي لو حطيت لنفسك هدف إنك تعمل حاجة في الدعوة والله هتعمل اوقعوا تستسلموا لنزغات الشيطان اللي عايز حباتك وليقسكو يا جماعة طفلين قتل أبو جهل في غزوة بدر ليه لأنهم من قبل المعركة إحنا داخلين نقتل أبو جهل بس حددوا هدفهم اعمل لنفسك هدف إنك تتبقى داعية اعمل لنفسك هدف إنك تتخدم الدعوة والله ربنا يفتح في الشكر ويفتح حلق ديكم ولكن يبقى فيه هم يا جماعة صادق يا جماعة دا إحنا 17 مرة في اليوم بنقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا مش اهدني ليه اهدنا لأنك مش هتوصل لربنا لوحدك مش هتهدى وإنت لوحدك مش هتهدى غير وسط مجموعة إيمانية مش هتهدى غير وسط بيئة إيمان لما يكون دروس بتحضرها وشيخ بتسمحها وعلماء بتستفتيها وصحبة صالحة بتحفظ معها القرآن وتروح معها الجامعة وتقبلها في صلاة الفجر وجلسة ضحى بيئة طب واعمل البيئة دي ازاي ادعوا صحابك ادعوا صحباتك اعملوا بيئة اعملوا بيئة لنفسكم عشان في الآخر تقولوا اهدنا اه احنا وسط بيئة إيمان مش هنضيع هنهضى إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى فرسان في الدعوة إلى الله فرسان فارسات العشر فارسات العشر منذ الحجة عايزك تبقى فارسة من فارسات العشر فارسة في العفاف فارسة إنك تبقى حفيفة شوف إحجابك شوف الدرجة اللي بعده بقى انقلي بقى انقلي بقى ما انت مش هتفضلك كده على طول بقى انت الوقت فيه انت الوقت في انقلي إزدال بقى انقلي انقب بقى انقلي بقى انقلي حاجة أعلى شوفي أكتر حاجة تقدر تقدميها إيه اللي ربنا سبحانه وتعالى سواب العبادة في الأيام دي لا عدلة لها يا جماعة لا عدلة لها المضعفة بتوصل لسبعمية ضعفة في العمل الصالح زي ما قال ابن عباس يوم الصيام بصيام سنة زي ما ورد عن السلف يعني احنا في أيام مضعفة رهيبة نضيحها ازاي ازاي نضيح هذه الأيام العظيمة يا اخوانا انا مش قلت لكم المرة اللي فاتت عايزين ناكل بقلوة يوم القيامة احد الاخوة جالي من كزا يوم بيقول لي يعني اخ شاف رؤية شاف ان انا يعني محطوط قدام صنيت بقلوة كده فباكل منها وبعد كده كانت صواني بقلوة كتير فجلس كتير جدا وقعرت تاكل بقلوة عادة ناكل بقلوة مع بعض فما سمعتها كده افتكرت كلمة البقلوة اللي الواحد كان بيفكر فقلت سبحان الله بان اناكل بقلوة فعلا في العشرة المنزل حجة باننا فعلا يعني ان شاء الله العلاق يعني ايه يعني ان احنا ان شاء الله سواب ان شاء الله ان شاء الله ربنا مش هيدايع عملنا ربنا مش هيدايع الساعة اللي انت قعد قدامي الوقتي فيه ربنا مش هيدايع الساعة اللي انت قعد قدامي ومتوترة وقعد قدام واحد بيزحق ومتنرفز تبئهدر شوية ما انا مش عارف اهدر لو اعرف اهدر كنت تهديه ممليون واحد بيقول ليه ده مش عارف اهدر وانتي اهدر متوترة وانتي احد مشدود طب انا هحمل الكلام ده ازاي وشايلهام طب انا هÜسبت العشر طيام ازاي وشايلهام القيام اللي انت مش عارفة تجيب ايه وشايلهام جالسة الدوحة ده انا بعد الفجل ببعاية زنام كل ده في مزنكم الهم ده نفسه في مزننا الابتعب ده في مزلنا يا جماعة احنا في أربح طريق احنا بنعامل ربنا اللي مفيش زرة واحدة مجهود بتمزلها إلا وبيديك أضعف مضعف عليه بنعمل الشكور سبحانه وتعالى عايزين عايزك تبقي فارسة فارسات بنت من كل يعني من إحدى الكليات اتصلت بي بتقول لي أنا عايز ألبس نقاب وأهلي مش موافقين وأنا خلاص بقى أنا ألبسه بعد ما خلص لأربع سنين فقلت لها الكلام اللي تتيجها حرام قالت لها حرام إزاي قلت لها لأن الوقت يعني قولي يا رب لما هقدر ألبسه ألبسه مش بعد أربع سنين افريدي ربنا سبحانه وتعالى بدلك الحال بكرة انت تعرف يا بنتي قولي يا رب أنا مسافر قلت يا رب عينة تاني يوم سبحان الله العظيم يعني علمت ان الفتاة دي ربنا يصل الله ونبس التنقاب تاني يوم الفرج جي في يوم ما فيش حد يستصعب حاجة في الطاعة يا جماعة بس المهم الصدق المهم الصدق والمهم كلمة يا رب تطلع من القلب بصدق وشوف ربنا يعمل لكم ايه عايزك تبقي فارسة في العفاف فارسة في الدعوة فارسة من فارسات الإسلام فرسان فرسان العشر فرسان في الزكر فرسان في الدعاء فرسان في الدعوة فارسات فرسان وفارسات فرسان في الصلاة الصلاة كفاية لما بتركع كده وتقوم تقول سمع الله لمن حمد ها ربنا ولك الحمد بتحمد على ايه بتحمد ان يا جماعة البهائم اعزاكم الله هي وضع الركوة ده عايشة في طول عمرها طلع دي انت اللي بتاع فتعمله بتحمد ربنا اني طلعك اتطلع دي وميزك بتحمد ربنا كفاية اول كلمة بتقولها في الصلاة الحمد لله رب العالمين الحمد لو انت واقف كده بتحمد ربنا على نعم لا حصرة لا نعم ورا نعم ورا نعم تخيلوا يا جماعة انت انت النعم ده والله حتى الابتلاء نعم من ضمن النعم والله جربها مرة قولي الحمد لله رب العالمين وقعد في تكري نعمة مع كل مرة هتلاقي ممكن الفجر ردا عليك وانت مخلصتش النعم حتى الابتلاءات حتى الابتلاءات احيانا ابن يكون يعني ايه عامل نفسه بقى بلطاجي في البيت لا بيزاكر ولا بيروح دروس ولا ابو يعمل له دروس يروح ياخد الفلوس ويروح يصايبها ويروح ما يروحش دروس ينط من عم بدرسة يسقط ابو في الاخر مسكوا ضربوا علقة بهدلوا الواد تقدب ومشي على العجل ما يلاخبطوش اتخرج نجح اشتغل بقى موفق بقى ناجح بقى 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 لما كل واحد يكلمه يقول له النجح ده يقول له ايه؟ لولا العلق لدهالى برؤية واخدين بالكم معي هوا اللي ابتلاء احياة بيبقى سر النجح الانسان في الحياة وسر عدمه الانسان في الحياة انت ممكن ابتلاءات ربنا سبحانه وتعالى هيا دي اللي عدلتك هي دي اللي رجعتنا ربنا سبحانه وتعالى نعم ربنا يا جماعة يا جماعة ده ابسط حاجة انت في وشك عينيك فيها سائل السائل اللي بيغطي العين ده الدموع ده و92ك فيها الشامع ده مناخلك في اسائل المخضة وبوقك في سائل اللعاب انتو مستهنين بالسائل دي لو سائل العين ده غاب جربتوا حد منكو شاف حد عنده جفاف في العين يا الهي والقرح اللي بتحصله والاطراط اللي ماشي بيها للنهار جربتوا الالم بتاعها ربنا يعافينا جميعا يا رب طيب لو السائل بتاع الانف هو اللي راح يا الهي الطراب كله اللي بيتحبس فيها يدخل عن رئة الناس هتفضل ماشي كله عادي يعتصفوش بعضه ويا ايما ما يقوله ما اعتصناش هيحصل تحجر في الرئتين ولا عزو بالله طب السائل اللي في البوق السائل اللي في البوق ده اللي انت بتبلع به لو مش موجود اه اتنين يعودوا يضربوا على ظهرك عشان اللق ما تنزل لغاية ما الظهر يتكسر ولا عزو بالله طب السائل اللي في الودن السائل في الودن ده مر جدا ما بيخليش اي حشرة تقرب من الودن اي حشرة ايو حبيبي يا حبيبي لونا السائل ده كان اي صرصار زريف او اي حشرة نطيفة ملقاتش نادي او مكان مكيف اجمل من الودن بتاعت حضرتك كنت حراك صحيحة منهم اول حاجة تعملها كل يوم تنضافها من الحشرات اللي دخلت فيها وانت نايم موضوع ده يا جماعة يعني انت خيالوا يا جماعة السوائل دي سأل المفاصل لو لا كنا مشينا نزيق وكنا مشينا نعمل زي العربيات لازم نروح نتشحم كل اسبوع ونغير زيت زي العربيات نعم 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 الحمد لله رب العالمين واحنا مش حاسين بيها الصلاة لازم تعيش بقلبك في الصلاة لازم تعيش وكيف تصبر على ما لم تحد به خبر عبادة ما انتش فهمها تصبر على ازاي يا جماعة العبادة لو ما انتش عيشها مش هتقدر تستحملها لو ما انتش عيش بقلبك معها مش هتقدر تفهمها لازم نعيش بقلبنا مع الصلاة يا جماعة نبقى فرسان في الصلاة فرسان في الصلاة النبع عليه السلام كان لما بيصلي بيينسى الدنيا واللي فيها ويقول له ربنا أهل الثناء والمجد يعني بينجيه بيقوله يا أهل الثناء يا أهل المجد أحق ما قال العبد ها إيه أحق ما قال العبد يا رسول الله وكلنا لك عبد إيه أحق ما قال العبد يا رسول الله إيه أكبر حقيقة في الوجود يا رسول الله إيه أعظم حقيقة في الدنيا كلها يا رسول الله لا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت الرسول بيقول لربنا يا رب أكبر حقيقة في الوجود إن ما فيش حاجة بيت حد غيرك إن ما فيش حاجة في الكون بتسبب حد غيرك. انه ما فيش حاجة في الوجود بتعبط حد غيرك. انه ما فيش امر في الوجود بقيت حد غيرك. ده احق ما قال العبد. ده اعظم حقيقة. ده في الصلاة يا جماعة. نبقى فرسان الصلاة. فرسان. فرسان للصلاة يا اخواني زي بعد بعد الحلقة ان شاء الله بإذن الله. لما نقف نصلي هنصلي ايه? ما انتم توقعين هنفتتح برنامج العشر رمز الحجة بايه? ركعتين توبة طبعا بايه زي الله سبحانه تعالى. نتوب من كل البلاوي بقى اللي تعملت في السنين اللي فاتت. فرسان في الصلاة. فرسان في الصيام. الصيام. كل التفاسيل اللي واحد قرأ فيها. لقيت فيها يعني يعني سبحانه. لقيت فيها ان سبب ان مقاد سيدنا موسى من تلاتين يوم بقى اربعين يوم. عارفين ايه? انه بعد تلاتين يوم لما جيه معاد مناجات الله في ظن موسى فبدأ يستاك. بدأ يعني يحط حاجات في بققه تغير ريحة بققه عشان يناجي الله. فربنا قال له اما علمت يا موسى ان خلوفها من الصائم. احبق ليه من ريح المسك. ربنا امهل عشر طيام تانيين عشان ترجع ريحة بقق موسى ريحة بقق الصائم تاني. شوفوا حب الربنا نساهم شكله ايه? كلام ده يا جماعة في كل التفاسيل. ممكن الناس تقول كلام ده غريب في كل التفاسيل اللي قيته. يعني تخيلوا يا اخواني. تخيلوا الرسول عليه الصلاة كان لما يدعي يقول افطر عندكم الصائمون. واكلت عامكم الابرار وصلت عليكم الايه? الملائكة. الا الصائمون مع الملائكة ليه? الرسول جامع الاتنين مع بعض ليه? الملائك ده ما بيكلش ولا يشرب. والصائم ما بيكلش ولا يشرب. يعني العبادة اللي بتخليك زي الملائكة. طب الرسول جامع الصائم قبل الملائك ليه? افطر عندكم الصائمون. وفي الاخر وصلت عليكم الملائكة. لان الملائك ما بيكلش ولا يشرب بس فطرة. يعني من غير احتياج. انما انت مش هتاكم لانا تشرب بس وانت بتجاهد نفسك لله سبحانه وتعالى يا جماعة بدت الصيام 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 ما تنسوش نصحر الليل ان شاء الله وتعهدوا ربنا ان التسعة يام دول يتصاموا وعلى قد ما نقدر نفتر صائمين في التسعة يام دول الصيام يا جماعة وبعد ما تخلص الليام دي ان شاء الله باذن الله خلاص ندوم على التين وخميس باذن الله سبحانه وتعالى فرسان في القيام قيام الليل الابادة بتاعت الناس اللي عارفة انها بتيجي من فوق انها فيش حاجة بتيجي غير من فوق كوية من الليلة جماعة مش واحد واقف بيرى قرآن وخلاص بس لا اكلم ربنا احكيله نجي اشكيله همومك بثيله كل اللي انت عايز تقوله مش ربنا قال السجادة والقيامة تسجد تطلب وتطلب 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 وبعد كده تقوم تقرأ القرآن بقى وعشانه وتشحن قلبك وتخسله تاني وبقى كده تنزل تطلب وتناجي وتشتكي وتحكي وتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى القيام يا جماعة القيام يا جماعة دعال ابن ابي طالب فتح على يديه خيبر بسبب ايه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه بسبب حب الله القيام ده عبارة اهل الحب عشان ربنا يخليك فتح عشان ربنا يخليك فتح يا جماعة القيام ده مكان اجابة الدعاء وقضاء الحوائق يا اخواني يا اخواني القيام الليل يا جماعة على قد ما نقدر مش لازم تجيب اللي اربع ساعات بتوع التلت الاخير من الليل كله مش لازم هات على قد ما تقدر هات ساعتين هات ساعة يا سيني بدأ بنص ساعة بس بقلبك بس صلي بقلبك لربنا يبقى لحقتلك ربع ساعة سجود ودعاء وربع ساعة قيام وقرآن يبقى احنا كده يا جماعة وقفنا بنقديل في قيام الليل انما كده لا ما ينفعش الوضع اللي احنا فيه لازم بقى لازم نتغير بقى لازم وقفة بقى لازم وقفة جدية بقى لازم نقول طب والغا امتى ولغاية امتى احنا بنسمع كتير ومنتغيرش ومنتقدمش طب لغاية امتى والجديد اللي جاي لسا جديد انا خايف من الكلام ده انا هقدر اعمل الكلام ده والله هتقدر يا ابني والله يا حبيب قلب هتقدر اضعاف اضعافه لانك بالله مش بنفسك هتقدر وهتبقى صفحة جديدة في حياتك مع ربنا وهتبقى بتطهر كل اللي فات وهتبقى بتشحن رصيد للاخرة ما تعرفش مده عند ربنا سبحانه تعالى وساعة ما تنزل ابرك هتفتكر الدرس ده والدروس اللي زيه وتف احمدك واشكر فردك العظيم يا رب ايوة جماعة يا جماعة مش معنا ان احنا ما نفكرش في الاخرة ان احنا مش هنعيشها مش معنا ان احنا ما نفكرش في اول ايلة في التراب ان احنا مش هننزل تحت التراب مش معنا ان احنا ما بنفكرش في العرض على الله اني مش هنلاقي نفسنا قدام الملك بنعرض مش معنا ان احنا ما نفكرش في الصراط ان اخي انتا مش هتلاقي نفسك بتالك عد من عليه يا جماعة لأ ده واقع واقع وهنعيش ولازم نشتغله ولازم فكر الاخرة يسطر علينا وعلى حياتنا لازم نبقى ف على قد ما نقدر احنا الايام دي كل اللي ورانا العبادة احنا الايام دي دورة مكثفة في العبادة ان احنا نبقى عباد عشان نطلع من عشرة زي الحجة نتمرس على العبادة بقى نقدر بقى ان احنا نثبت اوراد لنا في حياتنا بقى اهو ربنا سبحانت على جايب لك فرصة اهو عايزين نبقى فرسان فرسان احنا قلنا فرسان ايه قلنا فرسان في التوبة فرسان في طلب الاخرة فرسان في العبادة فرسان كنوس حياتنا كلها كلها ربنا أنا الوقت بقولك الحاجة اللي هتنجيك قدام ربنا وهتنديك أمل في الحياة فرسان في المجاهدة زي السعي بتاع السيدة هاجر مش من أول مرة ولا تاني مرة ولا تاني مرة الفتح بييجي يلا أمه حاوله فرسان في السبات فرسان في السبات والتطحية زي سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرسان في السبات زي دعاء اليازينية دعاء بتاعت العراق البنت اللي عندها 17 سنة اللي لسه يعني كانت يازينية وبقت من عبد الشيطان وبعد كده أسلمت ولما أسلمت وتركت اليازينية وتركت عبد الشيطان فاتزوجت شاب مسلم وخلاص وسامت أهلها أهلها راحوا للقوم اللي راحت لهم وقعدوا لها طب تعالوا لأ تمتلنا بنتنا والله ما نعمل فيها حاجة بس رجعوا لنا بس بس وأول ما نجعت لهم القبيلة بتاعتها كلها اليازينية فضلت تمسك كتا الخرسانة اسمنتية وتضرب فيها قبيلة كاملة بترجم واحدة بكتا الخرسانة اسمنتية وسبت على سنة رسول الله سأسلم سبات حتى الممات سبات مهما حدث نمازك نمازك بنشوفها في الطريق وبتشجعنا واحنا ماشيين في الطريق ربنا يثبت قلوبنا على الحق يا رب فرسان في الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى ان الكون كله بيسبح نسبح مع الكون سبق المفردون سبق المفردون فرسان في الدعاء كلمة يا رب الامل في الحياة شفتوا الراجل بتاعها يا صاحب الجانتين أصبح يقلبوا كفاي الحركة دي عكس الحركة دي يقلبوا كفاي يعني ما عادش فيه أمل خلاص بيدرة انما يرفع ادي في الدعاء يعني الامل كله فوق اللي بيقلب كفه اللي بيستنيها من تحت فبييقس في الآخر انما اللي بيستني من فوق ما بيقسش أمدا يا جماعة فرسان في الدعاء فرسان في الدعوة إلى الله هنفضل سايبين الواقع كده لحد امتى امتى هنعيش في بيئة إيمان بقى امتى الإيمان هينتشر في بلدنا بقى امتى هنحس ان احنا صحبة الإيمان متوفرة في كل مكان امتى هنلاقي الدين سهل وجميل امتى يا جماعة هنعيش جمال الدين الدعوة هي اللي بتخلي الدين جميل لان الدعوة هي اللي بتعمل بيئة إيمان الدعوة هي اللي بتسحقنا وبتنشطنا نشتغل بقى ندعو بقى أحب الدعوة إلى الله فيه أحب أيام الله انك تدعو يعني ورقة زي دي اما تدعو بس الأول مشروع ختمة القرآن بس لو واحد ختم نصه بسببك عشرة جزاء بسببك شوف في مزانك قد إيه في هذه الأيام تخيلوا يا جماعة الدعوة إلى الله فرسان فارسات في العفاف يلا بقى أعلي بقى أعلي في لبسك بقى درجة 2-3-4 بقى هاتك قمة بقى فارسات فرسان فرسان في قيام الليل عبادة الناس اللي أنا عارفة انها بتيجي من فوق من عند الله بس أنا بقوم أقضى حواجب الليل وانم وانا مستريح بقى بعد كده بإذن الله فرسان في الصلاة عبادة الروح صلات صلات الروح بالله سبحانه وتعالى فرسان في الصلاة العبادة العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين اللي قلبه بيتحرك هو ده بس اللي مش هتبقى صعب عليه إنما اللي قلبه مش بتحرك فلا مش هيقدر يكمل إنها لكبيرة إلا على الخاشعين لازم نبقى كده بإذن الله فرسان في الصيام عايزين نبقى زي الملاكة بقى عايزين نشفع الملاكة بقى نقول يا رب تركنا التعام والشرب للشهوة لأجلك يا رب فرسان فرسان العشر المعركة بدأت يا جماعة معركة العشر من ذي الحجة بدأت يا جماعة بدأت من ساعات المعركة عدأنا فيها الشيطان الأثيم الرجيم عليه لعنة الله وربنا يقدرنا عليه إن شاء الله زي ما رسول الله سلام بيقول في صيح مسلم ترغيما للشيطان على سجدتي الساهو ترغيما للشيطان حنيهاته مناخيره في التراب احنا عايزين نجيب في العشر تيام دول مناخيره في التراب بإذن الله سبحانه وتعالى نقول له ما يشفرق رمضان من عشر زي الحجة وانت بتأيد زي وانت مطلوه ما يشفرق ان شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى العدو بتاعنا الشيطان والنفس خدوا بالك يا جماعة دول أعداء خطورة جدا العدو بتاعنا اوعى اوعى يا حبيبي اوعى يا أختي اوعى ربنا يقول لك خد 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 تقول مش عايز اوعى النهاردة كنت بقرأ في قول الله قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله اللي مش عايزين ايام الفضل العظيم زي الايام اللي جاية دي وايام الفتح العظيم لا يرجون وفينا الزهدف ربنا اه طب ونغفر لهم ليه يا رب لأنهم مسكين غلابة ده واحد قدامه الكنوز ومش عايز يفتحها مش عايز يفتحها زي ما ربنا بعد ما اقسم وقال وليالي عشر قال بعدها ايه هل في ذلك قسم اللي ذي حجر هو ده محتاج حد عائل عشان يعرف امته الحجر عارفين لما واحد يكون سفيه يعملوا ايه يحجروا عليه ليه هيود الدنيا كلها في دهية او بالضبط كده نفسك دي سفيها لازم تحجر عليها لازم عقلك يحجر عليها لازم تأيد اهواء وقالها تودك في دهية هتضجعك هتضملك حياتك هتضملك دنيتك واخرتك لازم نحجر عليها لازم يا جماعة يا جماعة رمضان من جديد يا جماعة رمضان من جديد بكل روحنياته وعباداته يا جماعة بس ان شاء الله ربنا يعيننا فيه باذن الله على انفسنا وعلى الشياطين جميعا وعلى الفتن وعلى الشهوات حتى لو لوحدنا حتى لو الشياطين متربصة بينا مهما كان ربنا معانا ربنا مش هيسيبنا باذن الله ربنا مش هيتخلى عنا ربنا ما بيرفضش الصديقين ربنا ما بيردش اللي بيقف على بابه ربنا سبحانه وتعالى بيكرم اعظم كرم اللي بيفتح ايده وبيقول يا رب وبيقبل على الله ربنا بيهرول اليه سبحانه وتعالى من فرح ربنا سبحانه وتعالى بيه عايزين ربنا يفرح بينا في العشر تيام دول عايزين ربنا يهرول إلينا في العشر تيام دول يا جماعة ان شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى العشر الأول منزل حجة هنعمل سلسلة بإذن الله هتبقى كل ليلة يعني هتبقى كل ليلة عشر وربع عشر ونص يعني الله أعلم الأيام دي مش أيام كلام كتير طبعا يعني السلسلة هتبقى ساعة مثلا ولا ساعة لربع لا ده احنا عايزين الايام ده مش ايام كباسين ورشتاتي كتب فيها كابسولات وحبوب وكل 8 ساعات حباية لا يا حبيبي الايام ده ايام حؤن كل اللي فيها انجيكشن كل اللي فيها حؤن بس حؤن مركزة تحت شعار فرسان العشر كل يوم ان شاء الله كل ليلة من الليلة اللي ربنا اقسم بيها نتقابل بازن الله ونبقى فرسان في عبادة من العبادات بكرة بعده بعده ان شاء الله فرسان الزكر فرسان الصيام فرسان الصدقة وصناع المعروف فرسان التوبة كل مرة فرسان في حاجة فرسان عرفات فرسان صنة الراحم كل مرة هنشوف حاجة والحاجات كتير جدا ربنا اعيدنا ووفقنا وسددنا ان شاء الله ونبقى فرسان في حاجة من الحاجات كل ليلة ان شاء الله نتقابل في الليلة الخطرة ديت ونعمل مشروع عمل نفضل نطبق فيه لغاية ما نتقابل في اليوم اللي بعده باذن الله بحيث ان احنا نخرج فعلا فرسان ونخرج فعلا على عيد عظيم على عيد الكبير تبقى الفرحة الكبيرة بقى في العيد الكبير باذن الله سبحانه وتعالى عايزين نبقى فرسان العشر وتبقوا فارسات العشر باذن الله سبحانه وتعالى اخواني التوصيات قبل ما أسيب الحلقة يعني أنا مش عايز أفكركم بالكسوف بتاعنا من الإخوة بتوع أمريكا اللي بيترجموا إنجليزي يعني وإحنا فين؟ إحنا كان المفروض نبادر الدعوة يا جماعة الدعوة واستغلال الإمكانيات والمواهب يا جماعة في الدعوة الورقة اللهم ملك الحمد يعني جزاهم الله خيرا القائمين على نشرها وطبعها بازل مجهود كبير جدا والطلب كان أكبر من مجهود ففي ناس ما وصلت لهاش ما تزعلش لازال لازال بيحاولوا نوم يوصلوا لكل الناس قال له يا أخي ده العشر خلاص بدأه بكرة اليوم الأولاني والنهاردة ليلة الأولانية عارفين لو حتى وصلت يعني لو بعد يومين عرفت الجيمي الورقة بعد يومين بعد ثلاثة ايام ودت لواحد بعد ثلاثة ايام أرى الورقة حس إنه ضيع كنز خطير في حياته كفايا الندم اللي في ألفه كفايا إنه هيعرف بعد كده أنا العشر منذ الحجة دي موسم جهات كفايا إنه هيلحق خمس ايام منهم يا جماعة ايه يعني ايه يعني عايزين نستمر يعني الرقم الخيري لازال مفتوح الرقم بتاع الإسباع اللي فات الصفرة عشرة تسعمية خمستاشر تلاتة وتمانين الرقم ده لازال مفتوح إن شاء الله بإذن الله سبحان الله بإذن الله وإيه المشكلة نحاول على قد ما نقدر بعض الناس ما نقداش نوصل لها يعني واحد مصاريف الشحن بتاعته سبعين جنيه هنوصله ازاي وهنقوله ازاي يدفع سبعين جنيه مصاريف شحن هيستغرب من المبلغ هو مشوقة بالو المصاريف شكلها ايه احنا نفسنا فجئنا بهذه المصاريف وهذه التكاليف فقدر الوسع يا جماعة قدر الوسع وربنا المستعان وربنا اللي بينشر الدعوة سبحانه وتعالى احنا دورنا أنا بقول كلمة وانتوا بتنشروها وبتبلغوها لربنا سبحانه وتعالى وربنا اللي بيكتب القبول سبحانه وتعالى من عنده بإذن الله سبحانه وتعالى الرقم لا يزال مفتوح صفرة عشرة تسعمية خمستاشر تلاتة وتمانين ويعني الله المستعان بإذن الله سبحانه وتعالى طيب يعني هنعمل إيه إنت وقف ساكت كده إيه إنت مالك ساكت كده إيه ما لبقك وقف كده إيه العضلة اللي جهة ده بتحركش إيه يلا يا جماعة العدد ده لازم يشتغل ما بطلوش لعظة ما بطلش ذكر لعظة عايزين نهتر في ذكر الله عايزين نبقى ملاعين بالذكر نجرب بقى ذكر القلب بقى بحب يبقى فرحان كده وماشي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نهتر في ذكر الله سبحانه وتعالى هنبدأ الليلة إن شاء الله أول ما تقلص الحلقة اللي احتسبنا وقتها عند الله إن شاء الله نقوم نصلي ركعتين توبة لله نندب على كل ذنوبنا وبعدها بإذن الله نبدأ في الختمة بقى في ختمة القرآن ومالها نختم إمتى ما هو يضوبك مع عشان نختم تلاتين جزء في عشر تيام يوم العيد ده بيبقى صعب أن نحن نقرأ فيه يعني عايزين نختم على عارفة إن شاء الله يبقى عايزين إيه يا جماعة عايزين اكتهاد بقى تلات جزء في اليوم كده بكل قوة بإذن الله سبحانه وتعالى وبعد كده نبدأ في الختمة بتاعتنا بتنسوش الصحور الكويس أو بإذن الله قبل الفجر والواحد سبحان الله يا أخي لما يجي يصوم كده يقول إيه ده يا رب الواحد بيشرب كل المياه دي عشان خايف من يوم صيام في الشتاء في الشتاء وما اليوم الحر الأعظم بتاع يوم القيام ما نعمل له إيه يا إلهي يا ربي سبحانه الله الصحور قبل الفجر صلاة الفجر دي أول بقى صلاة فجر في العشرة يعني منزل حجة ده ربنا قالوا الفجر يعني الفجر الجاي هيبقى فيه قصة مرتين بيه لأنه من ضمن هذه الأيام العشرة وفي نفس الوقت صلاة الفجر المشهودة يبقى صلاة الفجر أول ما يسمع العدن بيقول الله أكبر ننزل التلبية الفهورية زي ما اتفقنا الورقة بقى لازم تتنفس بقى وتتعلق كده وشه وظهر ونبدأ بقى إيه نكتقد على قد ما نقدر إن شاء الله ما حدش يبطل يا جماعة نشر فيها اللي عايز يطبع اللي عايز ينشر اللي عايز يعمل حاجة يا جماعة والله مش معنى إنها بدأت فيه ناس محتاجة إن الورقة دي توصل لها ولو آخر يوم ما حدش يبطل يا جماعة إحنا بنرمي البزرة واللي بينبتها واللي بيطلحها ربنا سبحانه وتعالى الصلاة الفجر وبعاكة جلسة الضحى الحجة والعمرة بإذن الله نتواصل بالكلام ده بصدكة يا جماعة إن شاء الله إن وخير وربنا هيعينك والله العظيم تنشرح صدودنا كده أحد قول يا رب شرح لي صدري ويسل لي أمري وبعد كده بإذن الله سبحانه وتعالى عايزين بكرة بقى إن شاء الله إحنا قلنا الليلة خلاصة قيام الليل وختمة المصحف بقى ختمة المصحف صواء في الصلاة أو من غير صلاة ورقعتين التوبة في الأول وقبل الفجر الصحور وصلاة الفجر مع تكبرة الإحرام ومع التلبية الفورية أول ما نسمع الله أكبر وجلسة الضحى تاني عايزك بكرة بقى ما بطلش سنك ما بطلش ذكر ما يبطلش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وكلمة الله دي قد تيجي في قلبك كده ترجه ما يفعش يوم صيام يروح علينا خلي معددك تسبح شوية بقى خلي معددك تستراح وتسبح شوية بقى ما ينفعش ساعة عدة عليها من غير ذكر ما ينفعش تكبرة الإحرام تفوت علينا إن شاء الله الأيام دي تبقى كلها عبادة وكلها طاعة وكلها إقبال على الله وكلها قربة إلى الله وكلها استشعار للمجهدة من أجل الدار الآخرة وكلها أمل في الله وكلها حب لله وكلها إقبال بقلب صادق مخلص على الله سبحانه وتعالى ربنا يعينكوا جميعا وربنا يعيني ويعيننا جميعا يا رب ويملح حياتنا بتاعته يا رب ويستعملنا فتاعة طوليل ونهار يا رب يا رب فرسان العشر يلا يا فرسان يلا يا فارسات العشر يلا ندعى ربنا بإحساس فروسية كده دعاء الفرسان بقى احنا قلنا فرسان في الدعاء ندعى ربنا إن ربنا يتوب علينا ويخفل لنا اللهم توب علينا اللهم أعننا في هذه الأيام اللهم أعننا في هذه الليالي وهذه الأيام اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم توب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكرين لك شكرين اللهم أنت تعلم ضعفنا وعجزنا وكسلنا فأعننا على أنفسنا يا رب أعننا على الصيام أعننا على القيام أعننا على ختم القرآن أعننا على ذكرك ليلا ونهارا يا رب أعننا على طاعتك يا رب أعننا وافتح على قلوبنا اللهم افتح علينا في هذه الأيام اللهم افتح علينا في هذه الأيام فتحا مبينا عظيما يا رب يا رب يا رب جعلها أيام هدى لأمة محمد كلها يا رب انزل هدايتك على قلوب الفتيات والشباب والأمهات والآباء والأطفال يا رب انقذ أمة محمد يا رب انقذ شباب أمة محمد يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير